شارك وزير البترول طارق الملا في فعليات جلسة توصيات الختمية للمرصد المتوسطي للطاقة بعنوان مكفحة المخلفات البلاستيكية أهداف وابتكارات وحلول للوصول لصفر مخلفات نظرة متعمقة في منطقتين البحر المتوسط وجنوب شرق أسيا ودول الجزر الصغيرة النمية وفي كلمته لفت الملا إلى أن الوزارة تقوم كجزء من الخطة الاستراتيجية القومية للبيترو كيمويات بالعمل على تنفيذ مشروعين بارزين هامين لتحقيق هدف مصر لخفض استخدام الحقائب البلاستيكية وحادية الاستخدام وهما إنتاج البولي لكتك أسيد واستخدام نفايات البلاستيك لاستخدامها في إنتاج الإثلين الأخضر مما يغلق الحلقة في نفايات البلاستيك التي لا يمكن التخلص منها